موسيقى برنامج الريف المصري بيشمل اكتر من 56% من الشعب المصري الهم الريف بهدف الرسالة التعرف على احوال السكن و احوال التعليم و احوال الصحة بالاضافة للتعرف على مستوى التمكين الاقتصادي داخل المبادرة و مدى تحقيق التنمية المستدامة في اهداف المبادرة والبنية التحتية المقدمة مبرتها هي كريمة مدى تحقيقها لأهداف التنمية المستدامة بالاضافة للتعرف على دور المشاركات المجتمعية و دورها المحوري في تحقيق التنمية المستدامة لريف المصري الرسالة اللي كاننا بنقاشا نهاردة لبنيل دركت الدكتوراه المهنية هي كانت عن مبادرة رئاسية حياة كريمة وأثرها في تحقيق أهداف تمام مستدامة فالموضوع جديد والموضوع الباحث سنواله بشكل جيد جدا أهم حاجة أنه عمل ربط ما بين جود الدولة والمبادرة الرئاسية والاستثمارات العملية للدولة وبين تحقيق تمام مستدامة في الريف المصر فده كان جانب ودرسه بشكل علمي واختار عين الدراسة جيدة والتوصيات بصراحة كانت فوق الممتازة الرسالة طبعا بتتكلم عن مبادرة حياة كريمة اللي هي التلمية في القرية الريفية وبالتالي حقيقة الباحث شمل الدراسة شمول قيم وأهدافه كانت واضحة وبعدين في نفس الوقت هنا أدى إلى نتائج قيمة برضو للبحث وبالتالي هنا أن مبادرة حياة كريمة هي مبادرة قيمة ومبادرة صالحة وبالتالي هنا احنا محتاجين ننمي الريف المصري ورجعنا لحضراتكم بأول فكراتنا النهاردة وزي ما حضراتكم شفتم كده التقرير هنتكلم فيها عن المبادرة الرئاسية الأهم وهي حياة كريمة ولكن النهاردة هنتكلم بشكل مختلف شوية وده لأن من يومين بالضبط تمت منقشة أول رسالة الدكتوراه موضحها حياة كريمة وتحقيق التنمية المستدامة في الريف المصري للدكتور ياسر عبد السلام عضو التحالف الوطني للعمل للأهل التنموي عشان كده عاوزين نعرف تفاصيل أكتر عن رسالة الدكتوراه المهمة دي فخلونا نرحب بضيفنا النهاردة دكتور ياسر عبد السلام وطبعا نبارك له على الدكتوراه ألف مبروك يا دكتور وصباح الورد على حضرتك الله يبارك فيه حركة السلامة ويا رب يكون يعني بالعلم النافع لمصر ويعود على برامج التنمية بالشكل الجيد اللي حقق التنمية المستدامة الحقيقة أمين يا رب العالمين ألف مبروك مرة تانية أنا عارفة أن فيه تايتلز كتير قوي لحضرتين ممكن إحنا كنا منتناقش نكتب أنهي واحد فيهم فأنا حب حضرتك تقول التايتلز بتاعتك على الهو أنا بالنسبة لي كنت مدير عمليات برنامج تكافل وكرامة اللي هو يعتبر أكبر برنامج دعم نقدي في الوطن العربي على مدار تسع سنوات من 2015 حتى يعني ديسمبر 2023 بعد كده التحقت بمؤسسات التحالف الوطني ومن بعدها بشهر أو شهر ونص تقريبا وكنت حاليا دلوقتي أمثل رئيس قطاع المتابعة والجودة في أحد مؤسسات التحالف الوطني هي مؤسسة صناعة الخير المؤسسات القوية ومدير لمراكز الاستدامة المختصة بالتمكين الاقتصادي لأهلين في الكرة الأكثر فقرا وبالأخص في الريف المصر يعني مبادرات كتير ومشاريع كتير وبهود تحتارهم الحقيقة الصحيح طيب أنا عايز أعرف في البداية كده إش معنى حياة كريمة تكون موضوع الدكتورة بتاعت حضرتك وطبعا أنا واخد ماجستير في التنمية المستدامة من 2020 كان عنوان يعني رسالة الماجستير دور الحمال الاجتماعية في الحد من فقر الأطفال متعدل الأبعاد كان متمثل على برنامج تكافل وكرامة بعدما حصلت على ضرية الماجستير في 2020 تناقشت مع معي الوزيرة الدكتورة نبيني القباج إن أنا دلوقت أنا بستهدف البرامج القومية ونحاول نقوّل برامج القومية طبقا لإهتمامات الرئاسة طبعا كان برنامج تكافل وحياة كريمة كان مولود في وزارة التضامن الاجتماعي بدايته في وزارة التضامن الاجتماعي اتولد على قدينة زي ما بيقولوا كنت بقى أشارك في عداد الملفات الأولى لبرنامج حياة كريمة داخل وزارة التضامن الاجتماعي الفكرة شدتني اهتمام الرئاسي من الدولة بشكل كبير إنه يوفر دعمه وكان فكرة حياة كريمة داخل وزارة التضامن الاجتماعي هي فكرة التحالف الوطن حاليا إنه كان تجميع الجهود الأهلية مع الجهود الحكومية يعني فخامة الرئيس كان موجه داخل وزارة التضامن الاجتماعي بمليار جنيه كان هي البنية الأساسية لبرنامج حياة كريمة بعد كده البرنامج خد ريادة على المستوى الوطن العربي طبعا ومظل أمبريلا أكبر وانطلق بعد إعلان المبادرة في 2019 بدأ في يناير 2020 ياخد منهج المؤسسية وانطلق ويطلق عليه اسم برنامج تطوير الريف المصري احنا حقيقة نقولت في الرسالة دي تحقيق التنمية المستدامة في الريف المصري إيه اللي حقيقة رصدته خلال مشاهدتك في المشوار بس حاببا أوضح النقطة الأخيرة إن الرئيس رصد لتريليون مليون جنيه داخل حياة كريمة في بداية يناير رقم لا يستهان به طبعا رقم لا يستهان به وهو أطبر رقم تنموي على مستوى الوطن العربي وأفراقيا وجعل البرنامج حياة كريمة ده سبب اختياري أنه هو البرنامج الرائد في الوطن العربي وأفراقيا وبقى مستهدف من الدول الأفراقية والدول العربية أن يجوا يدرسوا برنامج حياة كريمة إيه الجهود اللي تمت والبرنامج كبير جدا مصر كبيرة جدا وعدد الكرة وعدد يعني يفوق 4500 كرية داخل الريف المصري بدأنا بمراحل المجهود كبير جدا داخل برنامج حياة كريمة وهو فعلا يعني كانت حسيت بالإرادة القوية من سيادة الرئيس باهتمام بالفعل القاعدة الأساسية خلينا نقول أن بعيدا عن الإحساس إحنا شايفين فعلا برنامج حياة كريمة على أرض الواقع وشايفين نتائجه في جميع الكرة ومحافظات مصر طبعا هنا عايزين نعرف قصة التنمية المستدامة في الريف المصري حيك رصدت إيه في مشوارك خلال الرحلة هذه أنا طبعا بسبب دراستي في المجستير التنمية المستدامة وعناصر التنمية المستدامة ويعني كان فكرتي أن برنامج حياة كريمة كان انطلق في جميع المجالات وجميع التخصصات ولكن الإضافة بالنسبة لي يعني أعتبر أضافتها للبرنامج أن أنا ركزت في برنامج حياة كريمة على المحاور الأساسية للتنمية المستدامة اللي هي محور التعليم محور الصحة محور التمكين الاقتصادي محور السكن اللي هم يعتبر عناصر التنمية البشرية بشكل عام ابتدت أوجه دراستي وأهدافي للثلاث محاور الأساسيين للتنمية المستدامة محور التعليم محور الصحة محور التمكين الاقتصادي ماذا تم وما ينبغى أن يكون رصدت الواقع بتدخلات حياة كريمة في التلات محاور طبعا بوز المجهود لي مجهود كبير جدا بالأخص في محور التعليم ومحور الصحة كبنية تحتية وحطيت ابتدت أحط توصياتي بناء أن أنا في دراستي عملت مقابلات مع أفقر كرة في مصر اللي هي قرية شكالكيل في محافظة أسيوت هي أفقر كرية وقرية نزلة عمارة في محافظة سهاج ليه اخترت المحافظتين دول وليه اخترت الكريتين دول كان دول تبقى نتقارير لدراسات الفقر يا حيك اعتمدت في الدراسة دي على مصادر تانية ولا عن خلال مشاهدتك بس لا مصادر تانية طبعا ومؤشرات علمية اللي متأخذ فيها في الدولة أنه طبعا في المرحلة الأولى الحياة كريمة كان ما يفوق 60 قرية اللي هي فيها نسبة الفقر يفوق 70% في أسيوت وفي سهاج طبعا ده اللي كانت توجهات الدولة تدريجيا للقرى الأكثر احتياجة الأكثر احتياجة اللي هو 143 قرية واستعنت في الدراسة دي بأداتين أساسيتين اللي هي مقابلة الناس بالإضافة لمقابلة 9 من الخبراء في مجال الاقتصاد والتنمية والتنمية الريفية ومجال العموم السياسية اللي هم ليهم علاقة بحياة كريمة ورسم السياسات والخطط والتنفيذ إزاي مثلا قابلت في وزارة التنمية المحلية اللي هو الدكتور ولاء جاد اللي هو مدير مبادرة حياة كريمة داخل الوزارة اكتهدت إنه قابل دكاترة من مركز التخطيط من معهد التخطيط القومي من مركز القومي ببحوث بحيث إن أنا أسقل دراستي بالخبرات اللي هي بخبرة الخبراء بالإضافة أراء المستفيدين على أرض الواقع طب يمكن ناس كتيرة بتتفرج علينا النهار ده وتسمع طبعا عن مبادرة حياة كريمة لكن متعرفش إيه مجالات عمل مبادرة حياة كريمة مجالات عمل مبادرة حياة كريمة هي انطلقت بعد ما كانت شغالة في وزارة التضامن الاجتماعي على تدخلات المجتمع المدني ومؤسسات المجتمع المدني في محورين أساسيين اللي هو محور الصحة ومحور السكن ده كانت المبادرة بدأت على ذلك بدأت إن كانت المبادرة من خلال مؤسسات المجتمع المدني اللي هي أصبحت حاليا مؤسسات التحالف الوطني كانت هي الأساس كانت بتعمل تدخلات صحية عاجلة وقوية والناس حست فيها وكان لها أثر جيد جدا جدا وده ظهر لي في الدراسة بتاعته إن تدخلات المجتمع المدني من خلال القوافل الطبية المتخصصة إجراء قوافل عمليات عيون كاملة إجراء كشف طبي والعمليات بالمجان بداية من الكشف حتى تناول الخدمة كاملة وجود عدد يفوق يعني الخمس تلاف قافلة تمت خلال المبادرة من خلال تدخلات المؤسسات للمجتمع الوطني والإضافة تحسين مستوى السكن كان بشكل جيد واضح في خلال المبادرة طب خلينا برضو نقول أن نموذج حياة كريمة هو نموذج ملهم للدول وفيه إشادات كمان بيها فحبين نعرف أهم الإشادات الدولية على حياة كريمة وأهم إشادات الدولية الحياة كريمة إنه هو يعتبر البرنامج الرائد للتنمية الريفية على مستوى الوطن العربي والدول الأفريقية واخد إشادات من الجهات الدولية زي الأمم المتحدة والبنك الدولي يعني ده تم بخصوص برنامج حياة كريمة لأسباب متعددة إنه هو عدد استهداف الكرة حجم الاستهداف كبير بالإضافة حجم الميزانية المرصودة ليه كانت كبيرة جدا يعني ميزانية حياة كريمة واستهداف الكرة طبعا أنا سافرت لبنان لبنان دي يعني مساحتها صغيرة بالنسبة لبنان اللبنان كلها على بعضها يعني قد التجمع يمكن أصغر ولكن البرنامج يستهدف حجم كرة بهذا الشكل كان طبعا برنامج يستحق الإشادة ورصد ميزانية يعني بحجم التمويل اللي تم رصده لتكافل وكرمة إن ده اللي يدل على صدق الإرادة السياسية في التطوير الحقيقي يعني طبعا حجم الميزانيات وحجم الاستهداف بتاعه كان كبير جدا صحيح قصة الحجم دي يعني موضوع كبير حجم استهداف إنه يستهدف 143 قرية وبعد كده ينطلق البرنامج لاستهداف أكتر من 4000 قرية ده يستحق الإشادة يعني يعتبر من الجهات الدولية بالإضافة حجم الميزانيات اللي تم رصدها لحياة كريمة كانت كبيرة جدا طبعا إحنا حبينا نقول حياة كريمة سهمت في تغيير إيه في الريف المصري على مستوى المعيشة طبعا هو طبعا كل التداخلات حجم التداخلية اللي بتتم ده بيتم يعني أثارها إن إحنا نشوف المدارس شكلها تغير نشوف الطرق شكلها تغير نشوف الوحدات الصحية شكلها تغير نشوف إن حياة كريمة غطت مستوى الصرف الصحي ودخلت يعني صرف صحي للقرى اللي هي يعتبر يعني أنا بعتبر حياة كريمة من السبب اللي خلاني أختار من برنامج حياة كريمة إن عمل شهادات ميلاد جديدة للكرة المصرية برنامج حياة كريمة مجرد استخراج شهادات ميلاد للكرة المصرية التي ظلت على مدار قرون تعاني من الفقر وتعاني من المهمة ولكن برنامج بهذا الحجم أن يوجه تأكمل التدخلات بنفس الحجم في التدخلات والاستهداف ده بمجرد شهادات ميلاد لجميع الكرة المصرية التي عانت من الفقر على عصور كتيرة مش هنقول عهد فترة أو فترتين ولكن يعني إحنا من ساعة ما ولدنا وإحنا بنقول للريف المصري بيعاني ولكن تيجي في العهد الحديث بنقول إن الريف المصري تم توجيه لي ميزانيات تفوق التريلي وفي مرحلة تطور واضحة وصريحة طيب دكتور ياسر إحنا عايزين نعرف إيه الأولويات اللي مفروض تركز عليها حياة كريمة الفترة المقبلة إن شاء الله أنا طبعا كان في توصياتي كانت الرسالة عبارة عن 60 نتيجة توصلت إليها الرسالة 44 نتيجة من خلال استمارة الإستبيان ومقابلة العملة وبقيت النتائج الاستكمال الستين كانت نتائج من الخبراء التسع خبراء اللي هوا في المجالات المتخصصة أهم المجالات اللي وصلت إن إحنا لازم نشتغل فيها وكانت هي عنوان الرسالة بتاعتي أو الأهداف الخاصة بالرسالة اللي هي التعليم والصحة والتمكين الاقتصادي ولكن إحنا مش بنقول التعليم في البنية التحتية كان أهم التوصيات في الرسالة إن إحنا محتاجين نهتم التعليم في عملية التشغيل إحنا بسنا في حاجة للإنشاء مدارس أخرى بالشكل المطلوب ولكن حاليا في مرحلة التشغيل إن إحنا نهتم بتعيين المدرسين والكوادر الكف نهتم بالعملية التشغيلية بالمنهج نهتم بالنسبة للتعليم ده كانت توصيات الرسالة إن إحنا نربط التعليم بالبيئة الموجودة في البيئة الزراعية بالإضافة إن إحنا يعني يكون التعليم مناسب بالإضافة نتركز على التعليم في المرحلة السنوية الصناعية الفنية يعني اهتمام بكافة الملفات وكافة المجالات التعليم بالأخص إن يكون مثلا بيركز في الريف أنا في بيئة زراعية لازم أن يكون متوفر مدارس فنية زراعية في بيئة صناعية قريبة يبقى فيه مدارس يعني بتستغل في المجلد الصناعي ليه إن هو ده وبعدين التعليم الفني بيكون أقل تكلفة من تعليم السنو والعام إن طبعا من ضمن الحاجات اللي رصدتها الدراسة إن السنو والعام هو مكلف للأسر الفقيرة في مصاريف الدروس الخصصية وتكلفها بالإضافة إنه لا يحقق العادي الاقتصاد إن بيخرج وسوء العمل في المنطقة دي ما يحتاج المدارس الصناعية أو الزراعية اللي هم نتكلم عنها الفترة الحالية إحنا محتاجين نربط بالأخص المدارس في المرحلة المبكرة اللي هي التعليم المتوسط بسوء العمل بشكل سريع جدا كان دي إحدى توصيات الدراسة بالنسبة لمحور الصحة محتاجين إن إحنا يعني كانت توصيات الدراسة إن إحنا نشتغل أيضا على محور التشغيل وليس محدد إن إحنا في الدراسة أثبتت إن فيه عدد وحدات صحية كافي موجودة على مستوى الجمهورية ولكن الخدمة محتاجة تشغيل من توفير الكوادر الطبيعية ملف الصحة دي الحقيقة إحنا شايفين فيه تطور عظيم كفاية إن إحنا في العصر الحديث زي ما حيث بنقول بنقول إن خلاص مفيش فيروس سي وده كان مرض شارس بيعاني منه في أكبيرة جدا من المصريين فملف الصحة من الملفات اللي فيها مجهود كبير ما بزول الحقيقة ويرى بالعين المجردة هو كل الملفات بصراحة فيها مجهود يعني متفاني ومجهود كبير جدا ما فيش وزارة يعني نقول إن هي يعني تقاست عن تقديم المجهود ولكن إحنا في مرحلة بنقول إن إحنا إيد واحدة كلنا كجميع المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني بحيث إن إحنا نقدر يعني نأثر الفترة بتاعت الفقر زي ما يقول فهو الاتحاد هو هدفه إن إحنا ما نخرج دائما نقول كده التحالف الوطني لخدمة مصر والمصريين أنا بشكرك على المجهود الموزول ده مرة تانية وبشكرك على وجودك معينا النهار ده وصباحك صباح الورد دكتور ياسر عبد السلام عضو التحالف الوطني لعمل الأهلي التنموي لخدمة مصر والمصريين صباحك صباح الورد صباح الفقر سيدة مشاهدين هنخرج لفاصل قصير ونرجع لتانية فقراتنا النهار ده ما تروحوش فحد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر